السلام عليكم هنعمل النهاردة مع بعض الموفن او الكوب كيك بالجبن حاجة كده تحفة وسهلة قوي يعني من جمالها وبوسطة المكونات بتاعتها تقومي تعملها دلوقتي كل حاجة هتلاقي موجودة عندك في البيت اغلبية المقادير كلها موجودة في البيت طعمها حل وقوي وسهل وكمان هتنجز معاكي لو ممكن تعمليها للولاد من بالليل علشان اللانش بوكس سهلة قوي 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 يعني مش هتاخد منك خمسة وعشرين دقيقة هتكون جاهزة معاكي وكلها بتتعمل على ايدك من غير خلاط من غير مضرب ولا اي حاجة سهلة قوي وجميلة وطعمها كأنك بالزبط ترتكلي قطعة من البيتزا بجد في منتهى الجمال تعالوا بقى نشوف ازاي هنعملها مع بعض وما تنسوش في اول الفيديو لايك والاشتراك في القناة المكونات بتاعت الكوب كيك بالجبنة او موفن الجبن هنستخدم كوباية ونص من دقيق المغبوزات او اي دقيق موجودة عندك بفضل المغبوزات معلقة صغيرة من بيكنج بودر كوباية من اللبن بدرجة حارة المطبخ ربع كوباية من الزيت ربع معلقة صغيرة فلفل اسود ربع معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة من الزعتر ده اختياري بس بدي طعم طحفة بضاية بدرجة حارة الغرفة وهنستخدم بقى الجبن اللي موجودة عندك الاساسي معانا كوباية من الجبن جبنة بقى رومي تشدر آآ موزاريلا جبنة فتة عادية جبنة اسطنبولي اي جبنة عندك ممكن تستخدميها انا هنا حطى آآ كوباية من الشدر كوباية من الرومي وحطى شوية كده بسترمة كانوا موجودين عندي لكن انت ممكن تعمليها بكوباية واحدة من نوع واحد من الجبن وليك حرية الاختيار بقى تضيفي مسلا فلفل تضيفي زاتون تضيفي بسترمة آآ لكما ينفعش طماطم علشان الطماطم هتنزل مياه في العجينة هتبوزها فأي نوع متوفر عندك هتقدري تعملي بالوصفة ونوع واحد كمان بس انا يعني نوعها لكن ممكن تعمليه بنوع واحد بس حطيت كوباية اللبن بدرجة حرارة المطبخ وحطيت عليها ربع كوباية من الزيت آآ زيت نباتي ممكن تستخدمي زيت زاتون وكمان حطينا البضاية حطينا رشة الملح ورشة الفلفل الاسود ومع علاقة الزعتر دي زي ما قلتلك اختياري بس بتخلي الكابكيك في حتة ثانية خالص كأنه بتزفعنا خلطهم مع بعض كويس جدا وبعدين هنزل بقى بكوباية ونص من الدقيق وطبعا الكوباية ونص من الدقيق دولة انا كنت نخلاهم كويس جدا ومع علاقة صغيرة من بس كده يعني مفيش اسهل من كده ونتي واقفة هتعمليها مش هياخد منك الخطوة دي مش هتاخد منك خمس دقيق على بعض حطينا المكونات السايلة مع بعض وعلى طول حطينا الدقيق المكونات الجفة البكينج بودر وهتخلطيهم كويس قوي بأي ديكي بأي معلقة هتلاقيه بقى معاكي جاهز وزي ما قلتلك كده الوصفة مش هتقف عندك لو معنديكيش مسلا جبن متوفرة لا تستخدمي كوباية جبنة رومي كوباية جبنة موزارلة او كوباية جبنة فتة او كوباية اي نوع جبنة عندك خدي منه كوباية وحطيه نوع واحد بس هيافي بالغرض وهديك الطعم الرقعة ده انا كان عندي شوية بسترمة حطتهم والجبنة شكلت نص شدر ونص رومي اللي انتي موجودة عندك حطيه وعندك بقى زتون او فلفل اخضر اي حاج قطعها حطيها معايا وخلطتها كويس جدا الخليط بتاعها بيكون تقيل ما بيكونش طبعا زي الكيك ولا الكوبكيك لأ يعني بيبقى تقيل شوية هتجيبي بقى والب الكوبكيك بتاعتك وتحط فيها الورق وتبتدي تعملي الخليط بتاعك انا هنا عملي الخليط ده اتناشر قطع من موفن الجبنة حجم كبير لو هتعملي اللصانية بتبقى الاصغر دية بتاعت الكوبكيك هيعمل معي عدد اكبر وهبتدي احط دلوقتي الخليط بتاعي اللي هو رحته من قبل ما تستوي اصلا خطيرة جدا ورحته زي عجينة البيتزا بالزلط هنا بقى دية بقى حاجات اختيارية كده بتدي طعم حلو كمان شكل جميل انا حطيت رشة من بابريكا كده من فوق علشان تديني لون حلو رشة من حبة البرقة حتة زيتونة من فوق او تسيبيها زي ما هي ممكن تحطي كمان خضرة في الوصفة دي تحطي بقدونس او او شبط برضو هيديكي طعم حلو جدا تحطي سمسم اللي انت عايزيها او تسيبيها زي ما هي هنسخر الفرن على درجة حرارة متين وهيقعد في الفرن تقريبا عشرين دقيقات وانتي طبعا تبعي الفرن بتاعك اويو تشوفي هيستوي امتى وهياخد لون من فوق على طول على الشبكة اللي في النص اول تاني هنسخن الفرن على درجة حرارة unlikely وهنحطه على الشبكة اللي في النص لمدة عشرين دقيقة عشرين دقيقة او خمسة وعشرين دقيقة هيطلع معاكي اكتر من رؤى. اول ما يطلع بقى يعني ما تفتحوش على طول وتكلي لان الجبنة لسه بتكون سايحة. فلو تشلتي من ورق الكابكيك ممكن تلاقيه لزق شوية لان الجبنة كلها بتبقى سايحة جوية. سيبه هدى عشر دقيق وهيطلع معاك على طول خطير خطير طحفة. بجد وصفة اكتر من رائعة. اعمليها للعشاء. اعمليها للفطار. اعمليها للمدرسة. اعمليها الاعياد الميلاد سهلة جدا. ما بتاخدش اي وقت وطعمها حكاية. ما تنسيش بقى وانت بتحطيها في اللانش بوكس. تكتبي كده رسالة حلوة لبناتك اولادك. تكتبي لهم كلمة حلوة تشجعية. دي بتفكرة بتبقى حلوة قوي. وبتبقى مفاجأة حلوة لما بيفتحوا اللانش بوكس بتاعهم. وبيلاقوا كلمة حلوة. ولو عندك اطفال صغيرين لسه ما بيعرفوش يقروا. يكتفي بانك ترسمي رسمة حلوة او قلبة او وردة بتاتحك وهم هيوصلونهم الرسالة. يارب بتكون وصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش بقى لايك وتشتركوا في القناة واستنوني في وصفة جديدة من مطبخ رهام ردوان.